أنهت البرصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بتراجع مؤشراتها متأثرة باستمرار ضغوط البيعية من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية على أغلبية الأسهم الكبرى والقيادية هذا وقد خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقاذة بالسوق بما قيمته 9 مليارات و 200 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 716.65 مليار جنيه مقابل 725.38 مليار جنيه وذلك بختام تعاملات الأسبوع الماضي أما على صعيد المؤشرات فانخفض مؤشر EGX30 بنسبة 1.42 من 100% ليغلق عند مستوى 11.371 نقطة بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بما نسبته 1.52 من 100% ليغلق عند مستوى 1953 نقطة هذا وقد هبط مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 1.6 من 10% ليغلق عند مستوى 2941 نقطة للمزيد من المتابعة والتحليل تنضم إلينا عبر الهاتف خبيرة أسواق المال الأستاذة حنان رمسيس أستاذ حنان بعد التحية في رأي حضرتك في ظل ما تشهده البورسة المصرية ربما من إجراء تعديلات وبعض الاجتماعات لإجراء الطرحات الحكومية في القريب العاجل ما هي أبرز القطاعات الرابحة خلال التعاملات وأسباب الصعود من وجهة نظر حضرتك؟ كل الشكر والتقدير ضيفتي الكريمة خبيرة أسواق المال الأستاذة حنان رمسيس شكرا جزيلا لحضرتك